ولا طائلة تحتها طيب أخطاء تقعوا عند نطق حروف المد أول خطأ يقع في القرى تطويل زمن المد الطبيعي زيادة عن حده وخاصة عند إنهاء التلاوة يعني هل سمعنا من بعض الله يحفظهم اللي بيصلوا فينا أئمة أو بعض خطباء الجمعة بيقرأ سورة سبح اسمه ربك الأعلى وبالأخير بيآخرها بيقول لك صحف إبراهيم وموسى شو فكروا يعني بدون ينهي التلاوة بدون يركع يعني لك عمي هذا حركتين ليش عمد طاوله وموسى وانتهى الموضوع ليس عارضا للسكون هذا طيب الأمر الثاني تقصير زمن المد الطبيعي حتى يتحول المد إلى حركة من الحركات الثلاث نحو قال ربنا بدل ما يقول إيه قال ربنا لابد من المد الطبيعي حتى يفهم بأن المتكلم هما اثنان لما اردودون في الحافرة لابد أن يقول إيه لما اردودون في وطول سينين شو بده يقول وطول سينين بوزن في عيل واضح؟ نعم الأمر الثالث من الأخطاء تطويل مقادير المدود كالمتصل واللازم والعارض عن حدها المقرر إلى الإفراط وقد أكثر الأئمة من النهي عن ذلك وهذا معروف لديكم رابعا ختموا صوتها بهمزة عند الوقف هذا أخواني موجود هذا الشيء شايف؟ ولعلكم تسمعوه من بعض أصحاب التسجيلات يعني من المشايخ رحمهم الله مثلا بيقول غفورة ويقف عليها بيقول غفورة را عرفت كيف؟ يعني شو بيصير؟ يبتر صوته كيف يبتره؟ لا يفعلها عن عمد عن عدم انتباه يعني تبهنا كيف؟ يفعل بقفل الوترين الصوتية إذا انقفل الوتران الصوتيان انقطع الصوت فجأة انقطع الصوت فجأة هذه همزة هكذا نحن نخرج الهمزة لما نريد أن نخرج همزة ساكنة في النهاية كيف نفعل؟ نقفل الوترين الصوتيين في السماء هذه الهمزة في النهاية كيف أخرجتها أنا الآن؟ بقفل الوترين الصوتيين فجأة فانبتر الصوت فجأة فخرجت همزة فممكن نسمعها من بعض المشايخ الله يرحمهم يعني فيه احدى بعض التسجيلات يقول لك وكان الله عليما حكيما سمعته حكيما فهو ما فعلها عن عمد لكن عن عدم التركيز يعني الله يغفر لنا جميعا هذا لا يقلد في فلان أو فلان ولو كبر شأنه لأنه بيكون زيادة حرف في النطب ما هو الحرف؟ الهمزة هذه أمثلة يتعدل وصير تعدل مثلا نسقي وصير نسقي كل هذا ما بيصح وإنما الصوت يا أخواني الصوت المد لما بتوقف عليه يتلاشى ويتخامد شيئا فشيئا عارف شلون حكيما حسنا وقولوا للناس حسنا نا نا فالوترين شو بيبقوا بعض والصوت يتلاشى انتبهنا كيف الأمر الخامس خلت صوتها بشيء من صوتي الغنى طبعا هذا للأسف موجود ومنتشر وحله سهل جدا التدريب التدريب يا أخواني انتبهنا كيف؟ يعني من أيام الإنسان ما بينتبه أو فكره أنه عم يجمل صوته فبيل لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يقرأ وعم يضغط على أنفه يعني فكره أنه عم يزين القرآن بصوته يا أخي زينه لك مو بهالطريقة نحن ما نقل إلينا أن الغنى في لغة العرب تكون إلا مع مين مع الميم والنون فقط ما تكون مع الواوات ولا تكون مع الياءات ولا تكون مع الألفات هذه الحروف الثلاثة أصواتها صافية نستعين طيب كيف أنا بدي أعرف أنه الياء عندي صافية ولا مصافية سهل جدا سد أنفك اسمعني نستعين اختل الصوت لأنه ما في شيء من الأنف اسمع الآن نستعين اختل الصوت شو السبب؟ أنا الآن تعمدت أن أخرج غنى من الخيش وما قلنا عن الياء ينطبق على الواو وعلى الأليفات فحلوا هالتدريب وبيزانك معك فيك تروح على البيت وأنت لحالك تقعد تشتغل بس ما يكون حدا بالغرفة هذا ما يتعلق ببعض الأخطاء التي ممكن أن تقع عند نطقي المدود هلأ بنا ناخد قاعدة بدي شوية تركيز اللي بيحبي يطمطمط واللي بيحبي ياخد نفس اسمها قاعدة أقوى السببين ناخد نصف دقيقة شكرا 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 شكرا